صباح الخير عبد الرضا صباح الخير مونيا صباح الخير مشاهدين تلفزيون دولة الكويت نتمنى أن نعودناكم دائما في جولاتنا لكننا اليوم موجودين في منطقة العبدالي هذه المنطقة الجميلة الزراعية وفي محمية باب دوكالة يمكن في منطقة العبدالي تفتح أبوابها هذه المحمية مجانة أمام المواطنين والمغيمين للتمتع في حسن الضيافة وسميت بهذا الاسم باب دوكالة تتخلى الأسوار المدينة العتيقة لمدينة براكش وهي المغرب لكن نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع معنا السيد طارق الرجدان صاحب هذه المحمية باب دوكالة يقولك صباحك الله بالخير ويعطيك العافية وعشك على القوة صباحك الله بالخير وياهلا 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 مرحبا وشرفتونا في هذه الزيارة سيد طارق نحن يمكن ودنا نعرف هذه المحمية الجميلة جدا احنا أول ما دخلناها كأننا داخل المغرب كأننا داخل المغرب اللبس المغربي الاستقبال المغربي البوابة المغربية الشغلات اللي داخل موجودة كلها أشياء مغربية ودنا تعرفنا وتعرف المشاهد الكريم عن هذه المحمية طبعا هذه المحمية الآن صار لها تقريبا أربع سنوات أخذت الطابع المغربي لأننا فكرنا في شيء يكون مميز وشيء يكون يديد في المنطقة هنا بالكويت من خلال طبعا معرفتنا واحتكاكنا مع المملكة المغربية قلنا أن نسوي المحمية هذه وهي خاصة طبعا على الطراز المغربي فأغلب طبعا كل العاملين الآن اللي هني من المملكة المغربية لأنها عمالة ماهرة طبعا ومتمكنة وعارفة يعني التعامل مع الأمور الطيور والحيوانات والرعاية وأيضا الجو العام يعني القعدات السراميك الثيم هذا كله يعني يكون على الطراز المغربي كذلك حتى ملابسهم يعني ما شاء الله استقبالهم لنا في اللباس المغر لكن أودنا نعرف عندك مثلا بعض الحيوانات عزك الله وعزا الله المشاهدين الكرام أنها يعني نادرة عندك موجودة هنا نعم إحنا الله يسلمك أغلب الحيوانات والطيور اللي موجودة في المحمية هي من الحيوانات النادرة أو اللي تحت اتفاقية الحماية سايتس منها طبعا المهة العربي الريم العربي الغزلان العربية الثانية الأخرى الدماني أيضا عندنا اللامة عندنا أنواع كثيرة من الغزلان الهندي عندنا عندنا الردير الفالو دير سواء في أنواع مميزة تكون لونها غير أبيض عندك الطواويس أنواع بعد الطواويس عندنا تقريبا 32 نوع مختلف من الطواويس ونحن طبعا نركب نوعيات معينة ونزاوجهم هنا حتى نحصل على أنواع عديدة والحمد لله نجحنا فيها حتى الكراسي اللي موجودة القاعدة التنسيق المزرعات اللي موجودة كاميرتنا قاعدة تأخذ لغطات على المزرع ودنا نعرف مثلا مواطنين ودنا نستمتعون في المحمية مقيمين ودنا نستمتعون في المحمية هل مثلا لكم أوقات الزيارة هنا؟ طبعا المحمية تفتح أبوابها للجمهور يوم اليومعة والسبت في نهاية الأسبوع الزيارة مجانية تفتح المزرعة طبعا خلال موسم الشتاء والربيع اللي هو من بداية شهر نوفمبر إلى نهاية شهر أربعة نحن نتكلم عن من بداية نوفمبر إلى اليوم بداية مارس تقريبا فوق الـ 120 ألف زائر نعم فوق الـ 120 ألف زائر فالحمد لله فيه إقبال كبير الناس تقبل على المحمية والزيارة مجانية يعني وما شاء الله يعني احنا اللي نلاحظة الآن أن الأطفال خاصة الأطفال جدا سعيدين ونشوفهم يعني نشوفهم زيارات متكررة اللي يكسبوه بعد أسبوع سلطان حتى كاميرا تقعد تخضر عن لغطات على المحمية اللي موجودة قعد تخضر على الجلسات اللي موجودة ما شاء الله حتى تنظيم المحمية تنظيم مميز يعني ثم جدا ممتاز التنظيم الله يسلمك والترتيب هذا كله والديزاين كله على الطراز المغربي كله على الطراز المغربي اللي يشتغل في المحمية هني كلهم الشباب اللي موجودين عندنا هني ما يبنع عمال منبرر لضاءة ما شاء الله شو حالاته نعم لضاءة الإسلامية أو الأندلسية المغربية كذلك عندك مثلا عازف موجود يدشون مثلا حتى المواطني والمقيمين ويزون حتى العازف موجود هو يعودة وقاني كلها مغربية نعم أقاني مغربية هذا الأخ طبعا عنده هواية العزف وهو بالأساس فلاح يعني ففترة العصر وبعد المغرب يعزف بعض الأغاني والمقطوعات المغربية لو نتكلم بعد خلنا نقول خلنا نسميه العزالة اللي فوق ذيتش ها اينا أو النقعدة اللي فوق اللي فوق موجودة كذلك عندك ما شاء الله عندك بط أو وز ما شاء الله نادر جدا موجود في هذه المحمية عندنا البلاك نك طبعا والبلاك سوان والوايت سوان البلاك نك هذا من النوادر طبعا وقليل موجود أيضا في المنطقة هنا فأنواع البط الثانية المندرين وبحيرة البط أغلبها نوادر أغلبها نوادر نعم وإنتاجهم ما شاء الله ممتاز يعني والنوافير اللي موجودة بالجهة الثانية يمكننا حقا يشوفها مشاهدنا عن طريق كاميرتنا الأخرى اللي موجودة بالنصب لكن في النوافير وتوزيع النوافير طريقة النوافير عندك سيارة صغيرة شباب الكويت أنت ما شاء الله حتى يعني قدمت خدمة للشباب الكويت أنهم ميون عندك واللي عندهم يعني يقدر مثلا يأخذ يبيع القهو أو شغله مجانا بدون ما تأخذ على أي شيء وهذا شيء طيب أنك تساعد أو أنك خلنا نقول تعطي حق الشباب الكويت أن يكون موجود معاك ويستميد منها من المحمية نعم الله يسلمك هنا نحن نرحب في جيراننا وأخواننا المزارعين في عرض منتجاتهم الأخوان اللي القهوة شباب الكويتين وحبوا أن يعرضون منتجهم ورحبنا فيهم أستاذ يعني ونوافل السعادة صدقني مو أنك أنت تكون سعيد السعادة أنك أنت تهيئ مكانك وتخلي غيرك يكون سعيد يشاركك هذه السعادة فإحنا لما نشوف الأطفال ونشوف العوائل والناس شون فرحانة وشون سعيدة هذه قمة السعادة صراحة يعني ما شاء الله حتى بالعياد الوطنية ما شاء الله خلال اليوم الفاتحة ما شاء الله عملت برامج ترفيهية هنين المواطنين والمقيمين ما شاء الله ما شاء الله نشوف الأعلام ما شاء الله في كل مكان ما شاء الله موزعة في الحديقة وفي المحمية هذا شيء يعني مغربة على هالكويت أنهم يخدمون المواطنين ونقومون يوم نقلبوا تعالوا وحياكم الله أننا محميتنا مفتوحة لكم نعم صحيح أننا في العياد الوطنية الثلاثة أيام اللي هو يوم اليمعة والسبت والأحد فوق الخمسة عشر ألف زائر خمسة عشر ألف زائر أغلبهم طبعا أطفال وكلهم عوائل فالحقيقة كانت قمة السعادة يعني والجو كان ممتاز وكان جميل يعني تزور المحمية بشكل متكرر سلطان لا بد أن هناك ناس يستفسر منك مثلا والله شون الطريقة العمل مثلا حدك كذلك إنما الكنقر موجود في الجهة الثانية يعني هذول الحيوانات يابينهم بيئة خاصة تعيش فيها إحنا الله يسلمك هنا المحمية مهيئة لتربية ورعاية الله يعزكم الحيوانات بالصيف وبالشتاء عندنا الحاضينات وهذه الحاضينات على مستوى عالي جدا مكيفة في الصيف ننقل كل الطيور والحيوانات هذه إلى الحاضينات وبيئة تكون صحية ومكيفة وباردة احنا نقول الله يعطيك العافية سيطار رجدان صاحب المحمية بايبدوك على الطراز المغربية سحك على القوة هذا يعني برنامج وعسرة صباح الخير يو عندك نزارك وما شاء الله اجتماع تستمتعنا في هذا المكان وهذه الرسالة لكل من حاب يزور هذه المحمية في العبدالي على كيلو تقريبا ثمانية وسبعين ثمانية وسبعين نعم ثمانية وسبعين ويسأل عن المحمية ما شاء الله تكون واضح اي نعم صحيح سيطار رجدان مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا النغل الحي المباشر من منطقة العبدالي ومن بالتحديد من المحمية باب دوكالة على النظام المغربية راح نرجع إلى زمنانة في الاستيديو لتكملة الفغرات الحلوة والمميزة لبرنامج صباح غير زمان لكم الهواء فضل